نكون في الجلسة الثانية لسوق الأسهم المحلية بعد إجازة عيد الأضحى المبارك في جلسة الأمس يعني أولى جلسات الأسبوع شهدنا ارتفاعات بالنسبة للمؤشر بثلاثة أربعة نقطة المئوية نتحدث عن ارتفاعات بأحدى وثمانين نقطة نكون بعد بداية جلسة الأمس شهدنا في فترة المزاد تحديدا اندفاع نحو الطلبات بشكل كبير ومعها شهدنا ارتفاعات للمؤشر اقتربنا من مستويات 11 ألف نقطة نتحدث عن 10.955 نقطة بالتالي تعكس حالة النشاط في جلسة الأمس في بداية الجلسة عملية تصفية المراكز بالنسبة للمستثمرين ما قبل إجازة عيد الأضحى خصوصا أن ما زالت الأسواق العالمية كانت مستمرة خلال الأسبوع الماضي شهدنا معها تقلبات بالنسبة للأسواق الأمريكية تحديدا التي شهدت تراجعات بالإضافة أيضا إلى أسعار النفط التي شهدت يوم الأثنين الماضي تراجعات بعد اتفاق أوبك بلس بالنسبة لتعديل شهر الأساس للمنتجين نتحدث عن خمس دول قامت بتعديل شهر الأساس وبالتالي هذا يمكن أعطى نوع من المخاوف من زيادة المعروض وبالتالي شهدنا تراجعات لأسعار نفط تقاربت السبعة في المئة لكن في نهاية هذا الأسبوع عادت الأسعار إلى الارتفاعات نتحدث عن مستوى أغلقت فوق الأربعة وسبعين دولار لكن مع بداية جلسة هذا اليوم شهدنا تراجعات بنصف النقطة المئوية لأسعار النفط أذكر ما زالت إعلان نتائج بالنسبة للشركات مستمر للسوق المحلية كان هناك إعلان بالنسبة لموبايلي للنصف الثاني كان هناك ارتفاعات بـ 49 في المئة أيضا نتحدث عن أرباح في الربع الثاني بـ 32% بالتالي نتحدث عن 244 مليون بينما أرباح النصف الأول عند 470 مليون ريال مقارنة تحديدا بأرباح كانت 315 مليون ريال في العام الماضي أيضا ينساب كانت على ارتفاعات بالنسبة لأرباحها في نهاية النصف الأول بـ 1.17 مليون الربع الثاني تحديدا الأرباح نتحدث عن 596 مليون ريال أيضا أذكر اليوم تبدأ مرحلة الاكتتاب وفترة تداول حقوق الأولوية بالنسبة لسهم الحكير وبالتالي هناك رفع لرأس المال من 343 مليون ريال إلى 650 مليون ريال تنتهي الفترة يوم الاثنين الثاني من غسطس لكن تستمر بالنسبة لفترة تداول حقوق الأولوية لكن بالنسبة للاكتتاب ينتهي يوم الخميس الموافق لـ 5 أغسطس اليوم بس ملاحظ كهناك ارتفاعات للبتكون قاربة الـ 40 ألف دولار أيضا أذكر بالأمس كان هناك داعم لأداء المؤشر سهم سابق والراجح وبالتالي أيضا كارتفاعات بالنسبة لقطاع المواد الأساسية السوق الآن على ارتفاعات مع بداية هذه الجلسة بـ 46 نقطة